السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا سادس اليوم ان شاء الله رح ناخد درس كتير مهم موجود عندنا بكتاب التاريخ صفحة 83 يعني افتح كتابك معي صفحة 83 وبلش تبع معي اهميات اهمية الفتوحات الاسلامية اهمية الفتوحات الاسلامية ما هي اهمية الفتوحات الاسلامية فتح كتابك صفحة 83 وفتح مخك منيح كتير معي ويلا تبع معي اهمية الفتوحات الاسلامية هلا احنا عرفنا انه صار عنا خلفاء راشدين والخلفاء الراشدين صار كل واحد فيهم يفتح فتوحات اسلامية يعني روح يفتح البلاد الاسلامية لهيك اتسعت عنا مساحة الاقاليم الاسلامية بعد هاي الفتوحات يعني اتسعت عنا مساحة الاقاليم الاسلامية شملت عنا عدة قارات اش هي القارات اللي شملتها عنا مساحة الاقاليم الاسلامية او الفتوحات الاسلامية هي اسيا افريقيا اوروبا اسيا افريقيا اوروبا تمام يعني اتسعت مساحة الأقاليم الإسلامية بعد الفتوحات لتشمل الزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا تمام أعيد كمان مرة بعد ما أجعلنا القلفاء الراشدين اتسعت عنا مساحة الأقاليم الإسلامية فصارت عنا تشمل الزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا آسيا وأفريقيا وأوروبا طلع عندي عندك خريطة في تحت الخريطة سؤالين أشر إلى القرات التي اجتملت إليها الأقاليم الإسلامية إيش هي القارات اللي اجتملتها هي آسيا، إفريقيا، أوروبا آسيا، إفريقيا، أوروبا إذ كنت أذكر البحار التي تقع عليها الشواطئ التابعة للأقاليم الإسلامية بحر العرب، بحر الروم، بحر القزوين بحر العرب، بحر الروم، بحر قزوين إذن باع العرب والروم وقزوين واضح لهون نروح للصفحة الثانية الصفحة الثانية قبل ما نأخذ الجزية ودريبة الخراج في عندي بوكس بعدين رح أرجع لها دولة تنتين هلأ عندي بوكسub إنه أنت تتسعت من الأراضي الإسلامية وضمت أراضي جديدة يجب أن ننضام النظام يحدد علىنا مثلا الضرائبص يحدد علينا النظام المالي يحدد الأمور المالية يجب أن تحدث مكان Take-cha كيف يمكن نقل بصه لريب الدولة بسبب اتساع مساحة الأراضي الإسلامية انشأنا بيت المال من أجل ذلك بيت المال ويدلطين بيت المال انضرنا نظريبات دريبة الجزية ودريبة الخراج حسنا لم يتم حكوم نقل ان تسعت عندي الفتوحات الاسلامية وصارت عندي اراضي اسلامية كثيرة ونقوم باختزان لنظام المالي نقوم باقي ضريبة الجزية ودريبة الخراج تعال لنعرف شو يعني ضريبة الجزية وضريبة الخراج ضريبة الجزية هي مقدار من المال يفرد على الذكور بس من أهل الذمة النصارى واليهود ويعفى منها كبار السن والأطفال والنساء مقابل قيام الدولة الإسلامية بحمايتهم تمام؟ يعني هاي ضريبة الجزية هي بس تفرد على الذكور بس النساء وكبار السن والأطفال ما عليهم ضريبة جزية لش بدفعوها مقابل أن تقيم الدولة الإسلامية بحمايتهم طيب ضريبة الخراج شو يعني ضريبة الخراج هي نسبة من المال تفرد على ناتج الأرض يعني ناتج الأرض مثلا أنت عندك أرض هاي ضريبة الخراج هي تفرد عليك كأنه ضريبة على هاي الأرض إذن فهي نسبة من المال تفرد على ناتج الأرض الجزية حكينا هي مقدار من المال يفرد على الذكور بس ويعفى منها كبار السن والأطفال والنساء مقابل قيام الدولة الإسلامية بحمايتها الخراج وهي نسبة من المال تفرد على ناتج الأرض نسبة من المال تفرد على ناتج الأرض في سؤال رح أجيب لك كياب الامتحان مهم جدا رح أحكي لك ما هو المقصود بدريبة الجزية ما هو المقصود بدريبة الخراج تمام أما البوكس اللي عندك هون هو لا بس إنك عشان تفهم إنه من وين أجت عندي ضريبة الجزية ودريبة الخراج وعشان تفهم يامس إنه صار عنا ضم لأراضي مجتمعات جديدة فصار عندي نشل الديني الإسلامي بشكل أكبر وتحررنا من ظلم مين؟ ظلم الدولة البيزانتية والرومانية تمام؟ البيزانتية والرومانية ضروري تعرف إنه إحنا تحررنا بعد الفتوحات الإسلامية من ظلم الدول البيزانتية والرومانية تمام؟ وحكيانا إنه زادت عندي الموارد الاقتصادية للمسلمين فصار لازم يعملوا نظام حتى يحددوا في النظام المالي فعملوا عندي ضريبة الجزية وضريبة الخراج واضح؟ هلأ نيجي للمناطق المفتوحة في عهد الخلفاء الراشدين أنا أبدأ أحكي عن عهد الخلفاء الراشدين سواء كان أبو بكر ولا كان عثمان بن عفان ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب كلهم إيش هي المناطق اللي كانت مفتوحة في عهد هدول الخلفاء الراشدين كانت عندي أول إشي العراق ثاني إشي بلادي الشام ثالث إشي مصر نيجي للعراق ما هي أهمية العراق في الفتوحات الإسلامية أو ما هي ميزة العراق في المناطق المفتوحة إسلاميا ما هي ميزات العراق أو ما هي أهمية العراق أول شغلة كانت هي مركز من مراكز الحضارة كانت مركز من مراكز الحضارة الشغلة الثانية تتميز باتساع أراضيها الخصبة اتساع أراضيها الخصبة تمام إذن اتساع أراضيها الخصبة نيجي للمنطقة الثانية اللي هي بلاد الشام بلاد الشام من هي بلاد الشام هي أردن سورية لبنان فلسطين إذن لما أنا أحكي عن الأردن سورية لبنان فلسطين إذا هي بلاد الشام بلاد الشام من بنضم الأردن سورية لبنان فلسطين تمام طب ما هي أهمية بلاد الشام أول شغلة فيها شواطئ طويلة على البحر المتوسط شواطئ طويلة على البحر المتوسط الشغلة الثانية تتميز بوجود الأراضي الخصبة تتميز بوجود أراضي خصبة تتميز بوجود أراضي خصبة المنطقة الثالثة اللي عنديه مصر ما هي أهمية مصر؟ أول شغلة شواطئ بحرية على البحر المتوسط شواطئ بحرية مش شواطئ طويلة طويلة اللي هي بلاد الشام شواطئ بحرية على البحر المتوسط اللي هي مصر الشغلة الثانية الفصفات وهي مركز الدولة الفصفات وهي مركز الدولة الشغلة الثالثة تتميز بخصوبة التربة ليش لوجود نهر النيل تتميز بخصوبة التربة مصر ليش لوجود نهر النيل تمام ليش هلأ لا نتائج الفتوحات الإسلامية نتائج الفتوحات الإسلامية أنا عندي نتائج سياسية عندي نتائج اقتصادية وإدارية ونتائج جغرافية ونتائج اجتماعية إذن سياسية اقتصادية إدارية جغرافية واجتماعية أول وحدة سياسية سياسية زي شو تحرير العراق وبلاد الشام تحرير العراق وبلاد الشام اثنين ظهور المسلمين بوصفهم قوة دولية اذا اول شغلة من السياسية تحرير العراق ومصر وبلاد الشام الشغلة الثانية ظهور المسلمين بوصفهم قوة دولية يعني صار المسلمين معروفين لكل الدول انهم من عبارة عن قوة دولية قوة عظمى النتائج الاقتصادية والادارية اول شغلة زيادة واردات الاقاليم الاسلامية زيادة واردات الأقاليم الإسلامية الشغل الثاني تطوير التنظيم الإداري للدولة إذن زيادة واردات الأقاليم الإسلامية الشغل الثاني تطوير التنظيم الإداري للدولة إذن هدول شو هدول اقتصادية وإدارية جغرافية اتساع مساحة الأقاليم الإسلامية ضم مناطق جديدة مثل الشام إذن اتساع مساحة الأقاليم الإسلامية هيك جغرافية وضم مناطق جديدة مثل الشام النتائج الاجتماعية هي تفاعلات الحضارات في البلاد الملفتوحة مع الحضارات الإسلامية مما أدى إلى تطورها يعني صار في عندي دمج للحضارات كلها اللي دخلت عندي الحضارات الإسلامية تمام؟ هلأ كيف السؤال رح يجي عليهم؟ رح يجي بصغطين السؤال الأول رح أحكي لك من النتائج السياسية واحد، اثنين، ثلاث، أني واحدة فيهم تمام؟ أو ممكن أجيب لك سؤال أحكي لك زيادة واردات الأقاليم الإسلامية هي من النتائج السياسية الاقتصادية الجغرافية هي من أين نتائج؟ الاقتصادية، صح تمام؟ بهاي الطريقة رح أجيب لك السؤال عليهم فضروري جدا تدرسهم بكتير منيح وتركز عليهم واضح؟ بهيك يا حلوين إحنا بنكون خلصنا درسنا للفتوحات الإسلامية وأهمية الفتوحات الإسلامية تمام؟ بهمني كتير إنك هلأ أول ما تخلص تنقل الدرس وتنقل كامل التلخيص وتحفظ معي أول بأول حتى ما تلاقي صعوبة إن شاء الله يوم الامتحان تمام؟